في هذا الفيديو سوف نقوم برؤية أمثلة بأربع لغات برمجية لأكواد لا تقوم باستخدام هذا المبدأ وهي منافية لهذا المبدأ إذا نبدأ بلغة البرمجة نأتي هنا على المجلد نأتي هنا على المجلد إذا لدينا هنا هذا type circle ولدينا هنا type square إذا لدينا هنا دائرة ولدينا هنا المربع إذا لدينا هنا على سبيل المثال أو الشيء الذي يحسب لنا مثلا المحيط هذه هي الأشكال هنا إذا نحن حاليا هنا فقط لدينا شكلا إذا لدينا هنا area الصامحة هي تابعة لهذا type كما نراحظ هنا إذا هي عبارة عن method لهذا type إذا هنا بداخلها نحن نقوم بعمل loop على shapes وهنا نتحقق في أي shape نحن هل نحن مثلا في السيركل أو في السكور هذا الكود منافي لمبدأ الـ OCP الذي ينص على أنه open for extensible و closed for modification يعني هنا مثلا لو أعرض أن أقوم بإضافة type آخر وهو على سبيل المثال لو قمنا بإضافة هذا الـ type الآن كيف نقوم بإستخدامه في هذه الأريصة سأحتاج أن أدخل على هذه الفنكشن هنا ونقوم بإضافة case جديدة إذا نحن هنا ما الذي نقوم بعمله نحن هنا نقوم بعمل modification في code هذه الفنكشن والمفروض أو ينص مبدأ الـ OCP على أنه لا يجب أن نقوم بالتعديلات closed for modification نأتي على لغة PHP إذا لدينا هنا order نأتي هنا نأتي إذا لدينا هنا order وهو الطلب وهنا مثلا لدينا كيف سنقوم بتنبيذ هذا الطلب إذا لدينا هنا هذه الفنكشن هي التي ستحدد ذلك وعرضينا هنا هذه الفنكشن get shipping هنا نقوم بحساب التكلفة التوصيل على سبيل المثال أظن shipping هي التوصيل إذن نحن هنا ما الذي نقوم بعمله نرى أو نقوم بالتحقق بالنوع هذا shipping هل هذا shipping سيكون عن طريق البر أو سوف يكون عن طريق الجوم الآن ماذا لو أردت أن أقوم بإضافة طريقة أخرى لنقوم مثلا عن طريق البحر إذن سأحتاج هنا أنني أيضا أقوم بعمل مثلا if أخرى وهنا مثلا نكتب البحر ننسية بهذا الشكل إذن الآن عندما أردت أن أضيف ميزة جديدة أو أضيف طريقة جديدة أنا قمت هنا بالتعديد في هذه الميطود وطبعا هذا منافي لمبدأ الأوسيبي ننسي على Python ونسيبي باد إذن ندين هنا هذا الخلاص discount إذن ندين هنا التي تقوم بعمل أو تقوم بحساب لنا النسبة التخفيض اعتمادا على نوع الكاستومر إذا كان هذا الكاستومر مثلا من نوع فيف على سبيل مثال سنحسب discount بهذا الشكل أما إذا كان VIP سنقوم بحساب discount بهذا الشكل الآن ماذا لو أرد أن نقوم مثلا بإضافة نوع كاستومر آخر نسي شيء سأحتاج أنني هنا أعمل check لهذا النوع الجديد بهذا الشكل وهنا نسمي أي شيء مثلا رويل بهذا الشكل ولنقل هنا سفر فاصل ثمانية رويل إذن نحن هنا عندما أردنا أن نقوم بإضافة ميزة جديدة أو جديد أو أردنا أن نضيف خاصية جديدة فنحن هنا قمنا بالتعديد في هذه الفنكشن وهذا منافي للأوسيبي نأتي على إذا لدينا هنا هذا إذن يحتوي هنا على لدينا هنا أو لدينا تقوم بعمل لهذا الموجود هنا أو فقط التي تقوم بعمل لهذا الأنترفيز إذن هاته تقوم بيرجع لنا هنا مايكروسوفت ويندوز وهنا هاته تقوم بيرجع لنا لينوكس على سبيل المثال الآن لدينا هنا هذا الكلاس لدينا هنا هذه الفنكشن هنا نريد مثلا أن نقوم بيرجع الهوست داييركتوري اعتمادا على الذي نحن فيه نحن على لينيكس نحن على لو أريد مثلا أن أقوم بإضافة نظام ماك إذن سأحتاج أن أقوم بإنشاء آخر يقوم بعمل أيضا ل هذا نقوم بهذا الشكل نسمي مثلا ماك وهنا سيكون لدينا ماك على سبيل المثال إذن نحتاج هنا نضيف كود آخر وهنا سنتحقق من أنه عبارة عن ماك وهنا نقوم بالتعديل إذن نحن هنا ما الذي قمنا بعمله قمنا بالتعديل في هذه الفنكشن إذن نحن هنا نقوم بعملية مباشرة في الكود وطبعا هذا منافي لمبدأ الأوسيبي